بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الخطاقة نعم نعم وليس بسفاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الاصل أن يأتي بشرط الصلاة استقبل القبلة اتخذ سلطرة أقل ما يقع في السلطرة أنها سنة معكدة نعم يقفع اليدين حذو والمذرين محادات الأذرين أول منتبه يضع الأصابع يجعل باطل الكفين متجه بها للقبلة محادات حذو الأذنين أو حذو المنكبين ثم يضع باطل كفه اليومنا على هذا المفصل الذي ترى هنا مفصل الكف يضع هكذا وضع على صدري أو يقبذ قرض هكذا على صدري ثم يضعهم على صدري دون تكلف لأن بعض الناس يتكلف يرفع هكذا أو يضع على قلبي أو على خاسرتي أو على السطرة أو تحت السطرة أو لا يقبذ يديه أصلا ثم يقرأ دعال استفتح ثم يقرأ دعال استفتح وهو يقول سبحانك اللهم وهو يقول وهو يقول سبحانك اللهم وهو يقول سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من أدعى الاستفتح الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة كاملة ثم يقرأ دعال استفتح مرتبة وحركاتها وحروفها وكلماتها وليترخ منها شيء ثم يقرأ ما تيسر من القرآن بلا استعاذ تكفر استعاذ التي كانت قبل الفاتحة لكن هل يبسمل إذا أراد أن يقرأ من أول أي سورة يبسمل وإلا يقرأ مباشر يجب أن يقرأ بسم الله ثم يكفر ما عرف عن ذي قال الله أكبر بالركوع حذو الأذنين أو حذو المكبين كما صنع في تكبيرة الإحرام ثم يقول الله أكبر يقرأ بباطل كفيه على وقبته ثم يقرأ بباطل لركوع ثم يقرأ بباطل لركوع ثم يقرأ بباطل من قبل وليثني من فقيم يجعله مندودة ثم يقرأ بباطل لخطمه يقرأ بوطار الله ويجعل الضهر على استقامة واحدة مع الرأس نعم ينظر دائما إلى موضع السجود في كل طوغة الصالة نعم ولا التفت لأننا قلنا الالتفاة إما أن يكون محرم أو مكروم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم المرة الثانية والثالثة وهكذا سبحان ربي العظيم المرة الثانية والثالثة وهكذا ثم بعد هذا يكبر يغفع اليدين حال رفعه من الركوع مع قول سمع الله لمن حمده ثم بعد ذلك يقول من سبحان ربي العظيم المرة الثانية والثالثة ومقال ذلك يقول فهذا يقول ربنا ولك الحمد و يمكن أن يقوم بإضافة هذا المصدر من البيت صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا يكبر بدون رفع الهدين و يسجد على الأعضاء السبعة و لا يغد أن يتحقق من أن الأعضاء السبعة كاملة على الأرض التي ذكرنا فيما تقدم و يحذر من أن يضع المرفقين على الأرض و يحذر من أن يضع المرفقين على الأرض أو أن يرفع أحد رجلين أو أن يرفع أحد رجلين و كذلك السنة الجافي يباعب بين أشياء ثلاثة و أيضا سنة الجافي صلى الله عليه وسلم يجب أن يتحقق من أحد محلقين على الأرض بين الصدر و العضد يعني عند الإرض أولا يجب أن يتحقق من أحد محلقين على الأرض و أيضا سنة الجافي و أيضا سنة الجافي يعني لا ينضم و لا ينتب حتى يكون كالناع يعني لا يبالب في المباعدة حتى يكون كالناع من الساجك و لا ينضم حتى يكون في حالة كالصرة المتضارك يقول في سجود مقرى واحدة سبحانه ربي الأعلى و جوبا و استحب له أن يزيد بما ورد و ماتنا الدعاء في الصلاة في موضعين و ماتنا الدعاء في الصلاة في موضعين في السجود و قبل التسليم أي بعد قرامة التشهد والصلاة الإبراهيمية يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بأدعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أدعيها جامع مانا ثم بعد هذا يكبر دون رفع يدين و يجلس نعم نعم يفرش اليسرى و يجلس عليها نعم و ينصب اليومنا و يجعلها عن جانبه الأيمن و يجعل أصابع اليومنا متجهم به القبلة و باطل أصابع اليومنا على قضة نعم هذه جلسات الصلاة أم ألا في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثي أرباعي يتواروك نعم و هذا هو يبدو المساعد في الصلاة الثلاثينا و يبدو المساعد في كل جلسات الصلاة و لكن عندما يثيرها تدعو بثورة أو بثورة فوررة تنعم و التوارك والصلاة التوارك أن ينصب اليمنى أجعلهم عن جاربه الأيمن وأجعل أسرى أسفل من تحت الساق اليمنى نعم ويستحب له أن يقول بين السجدتين رب دقفر يجب عليها أن يقول بين السجدتين رب دقفر لمرة واحدة ويستحب له أن يزيد بما ورد ويقول رب دقفر لمرة واحدة رب دقفر لمرة واحدة رب دقفر لمرة واحدة أما أن يزيد بغير الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب دقفر لمرة واحدة أو يقول سمع الله من الحمد ربنا والك الحمد والشكر قبل والشكر هنا ولوالديا بين السجدتين هذا من البدع نعم اس for a person to say something in the prayer or something between the two frustrations which the Prophet صلى الله عليه وسلم didn't say then this isn't permitted rather this is an innovation for example instead of a person saying رب دقفر لي Oh Allah forgive me a person says Oh Allah forgive me and my parents to say and my parents between the two سجود هذا هو شيء الذي يفعله وذلك يدعو الولدي أو يشكر الله سبحانه وتعالى في سجوده إذا كان يريد أن يسأل وإنهاء وإنهاء في سجوده يمكن أن يفعل هذا إليه في سجود أو قبل التسليم وقبل التسليم ثم بعد ذلك يكبر بالعرف عليهم ويسيط كما سجد في الأولى ثم أقوم في رقعة الثانية مكبراً بدون نفع عليه قال الله سجود ثم أقوم في رقعة الثانية صنع في الأولى ويسأل في الثانية والأسانعة في الأولى وذلك يفعل هذا هو في الثانية كما لقد فعله في الثانية كما فعله في أولى إلا أن الركعة الثانية ليشت كالأولى في تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام في الأولى وفي الثانية هنا تكبيرة انتقال من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية. نعم. And the only difference between the first rakعة, the first unit of prayer, and the second rakعة, the second unit of prayer is that there is no تكبيرة الإحرام. So in the first unit of prayer there is a تكبيرة الإحرام. As for the second unit of prayer it is saying Allahu Akbar to symbolize a movement. نعم. وكذلك الركعة الثانية ليس فيها دعاء استفتاح. And also in the second unit, in the second rakعة, there is no duaة الاستفتاح. سبحانك الله. I'm not saying we don't say this. فإذا أتم الركعة الثانية وبعد أن سجد السجدة الثانية يجلس للتشهد الأول. So once a person has completed the second rakعة in the prayer and has... إذا أتم الركعة الثانية بعد السجدة الثانية. يجلس للتشهد. So once a person has completed the second unit of prayer, the second rakعة, and has completed the second sujood, then he sits. And in this sitting, the person recites that the shahud, التحيات لله and all of it. And if the prayer has three units or four units, then it's recommended for a person in the first shahud, after it to say, to send salutations upon the Prophet ﷺ. And if the prayer is a prayer of only two units, like the fajr prayer, And then sending salutations and blessings upon the Prophet ﷺ is a pillar rukam. And then after this, a person seeks refuge in Allah from four things. And then after saying this and seeking refuge in these four months, as the shaykh just recited, then it is recommended for a person to make other supplications. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ثم عن شماله السلام عليكم ورحمة الله It is recommended for a person to say the supplication which the Prophet ﷺ used to say, or say any supplication that a person wants. After this, a person makes one تسليم to the right, and then another تسليم to the left. لابد أن يكون التسليم برأسه لا من انكبه لأن هناك من ينحرف عن الطبلة من انكبه نعم ثم يتحقق من أن الوجه يكون عن الجهة اليومنى نعم ثم عن اليسر ثم عن جهة اليومنى ثم يتحقق من انكبه تسليمتين أو قبل انكبه أحيانا يحرك كذلك أو يضرب بهما ومن ثم يضرب بهما ومن ثم يأتي بالأدعى الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا كانت الصلاة صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك القادرة النبي صلى الله عليه وسلم ثمن يبقى صلى الله عليه وسلم علموا دعاء بعد حżen نبي بل هذا من الجهل إن يترك وقت إجارة الدعاء وهو ساجد أو قبل التسليم ثم يدعو في وقت ليس في وقت دعاء بل هو وقت استغفار نعم لدى الصلوات المفروضة ما يسمى بالسنة الرواتب يعني سنة مرتبة مع الفروض مؤقتة مع هذه الفروض الخمس نعم ومن ثم الحضورة المفروضة ما يسمى بالسنة الرواتب أيها المفروضة أول قبل الفجر فعلا for example the two units of prayer before a person prays a ugly prayer واربع ركعات أو ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الظهر سنة راتبة لكن إن صلى قبل العصر أربع ركعات فهذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الإشاء أهم هذه السنة الراتبة ركعتان فجر لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر لها فجر من فضل أكثر من فضل بقية الرواتب وهو سنة الراتبة لكي من المسلمات النبي صلى الله عليه وسلم فخر ما تقريبه ورقعتان فجر كل ما عليها الله سلم صلى الله عليه وسلم قال سفر فجر يخفف هذه الركعتين دون إخلال بالأركان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة في الثانية بعد الفاتحة أنواع السجود خلال سجود سجود السجود سجد السحو, سجود التلاوة و سجود الشكر الزجل لما تقدم سجود الصحر الآن نريد نبيّ سجود السحر و سجود التلاوة و سجود الشكر نعم so we have already studied previously the sujood the prostration in the prayer we also have other types of sujood we have a prostration that a person makes due to forgetfulness we have a prostration that a person makes due to reciting the Quran and we have a prostration that a person makes in gratitude or shankt shukr to Allah أهمّا يكون عندنا سجود السحو السجود الذي سببه السحو لالعمد لأنه لو تعمد ترك ركن فالصلاة باطلة تعمد ترك واجب فالصلاة باطلة كذلك نعم the most important frustration that we have outside the prayer or after the prayer is سجود السحو i.e. that frustration which is done out of forgetfulness in the prayer so if somebody leaves something on purpose somebody leaves a pillar on purpose then the prayer is invalid نعم ندر سلاة أسباب سجود السحو نعم and therefore now we're going to study the different reasons why a person should make سجود السحو the سجود of forgetfulness أسباب سجود السحو ثلاثا the reasons why a person has to make سجود السحو the prostration of forgetfulness is three, the three reasons الزيادة somebody adds something to the prayer سحو out of forgetfulness والناقص يعني تلق شيئا من الأركان أو من الواجبات سحو a person leaves something from the prayer and forgetfulness أي a person forgets to do a pillar or an obligation والثالث الشرك and then the third reason is somebody doubting a doubt that happens إذن أسباب سجود السحو ثالثا الزيادة والناقص والشرك so therefore the reasons or the causes for a person to prostrate the سجود السحو the prostration of forgetfulness are three adding something to the prayer and forgetfulness taking something away or leaving off something in the prayer out of forgetfulness and a person doubting something الزيادة as for an addition لو زادة في صلاة الظهر إلى الركعة الخامسة if a person adds something to the prayer so for example in the ظهر prayer a person stands up and he starts reading a fifth unit of prayer لو تعمد القيامة الخامسة في الصلاة بعد if a person gets up for the fifth unit of prayer in ظهر and he does this on purpose then the whole prayer is invalid نسي وقامل الخامسة فالصلاة صحيحة لكن يجب عليه متى انتبه وعلم أنه في الخامسة أن يرجع مباشرة نعم if a person forgets and stands up for a fifth time in the ظهر prayer which is four units and he does this out of forgetfulness then his prayer is correct نعم نعم but as soon as once a brother that person stood up as soon as he remembers that this is now a fifth unit then he sits down straight away نعم يرجع مباشرة ويسيد للسهو والصلاة صحيحة so straight away he goes back down and then he makes the prostration of forgetfulness and the prayer is correct الثاني النقص يعني ترك شيئا من صلاة نعم and then the second type or the second reason of course for سجد السهو is النقص a person forgetting or leaving not doing something نعم النقص or leaving off a pillar from the pillars of the prayer or leaving off an obligation of the prayer or leaving off and not doing a recommended act in the prayer فلو ترك ركن من أكان الصلاة فالصلاة باطلة سواء كان متعمد أو جاهل أو ناسل if a person doesn't perform a pillar of the prayer then his prayer is invalid this is regardless of whether the pillar this is regardless of whether he leaves off performing the pillar remembering out of forgetfulness knowing or not knowing إذن لا يقبل في ترك ركن أو الشرط جاهل أو نسيان أو عمد and therefore a person not performing a pillar in the prayer and we've already mentioned the pillars whether the person is ignorant or forgetful or whether he did it out of intent then this is not accepted تَاكَلْ لَوَعْتُ الْفَاتِحَة so for example if a person leaves off reciting the he doesn't recite the first time in the prayer فصلاة باطلة then the prayer is invalid بلا تفسير جاهل مناسل أو متعمد and this is without any detour with any excuse نعم نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكر في الركعة الثانية أنه لم يقرأ في الأولى الفاتحة but he remembers in the second unit of prayer in the second ركعة he remembers that in the first ركعة I didn't recite the فاتحة عندنا then we have a principle كل شيء وقع بعد ترك الركن فهو لاغي لا يحسن فهو لاغي فهو لاغي فلابد نارجع إلى المكان الذي ترك فيه الركن ويبدأ من هنا من جديد نعم الثاني ترك وعجب من واجبات الصادر and also a person might leave out of forgetfulness an obligation from the obligations of the prayer فإذا تعمت ترك الواجب في الصلاة so if a person does this with intent on purpose then the prayer is invalid كان جاهلا أو ناسلا بوجود هذا الواجب في الصلاة فالصلاة صحيح but if a person does it out of forgetfulness i.e. forgets to do a particular obligation or a person doesn't know that this obligation is an obligation then the prayer is correct فإذا انتقل من مكان هذا الواجب لا يرجع وَإِلَيْهُ وَاسْجُدْ لِسَّهُوْ so once the person has now left this obligation and he's left that position where he's driven the obligation then now he doesn't have to go back and fulfill this obligation again rather he completes the prayer the rest of the prayer and then makes the prostration and if a person hasn't yet left the place or the position of that obligation then he says the obligation he performs the obligation and the rest of the prayer for example in the مغرب prayer the person he didn't sit in order to recite the first he stood up straight away we said that the first that the first in a prayer which is three units or four units it is an obligation from the obligation of the prayer so what does he do here once he has stood up and forgotten the first he carries on he carries on praying his third unit of the prayer and then after fulfilling the prayer makes sujood and his praise great or a person the first the shahud he forgets the first the shahud and while sitting in the position instead of saying the first the shahud he starts saying surat al-fatiha but while sitting down and while reciting surat al-fatiha then he remembers that he has forgotten to say at the shahud all he does is he says the shahud and everything is okay and if a person doesn't perform a sunnah or something which is recommended inside the prayer then his prayer is correct however deficient in the world for example if a person in his prayer forgets to recite the dua then his prayer is correct and he doesn't need to repeat it again but his prayer is deficient in reward and therefore this is the second type of sujood which is making or performing the sujood due to a deficiency or due to not doing something so ask for a person making sujood the sahud for missing a pillar then a person has to say perform the pillar again the rukun again and make sujood the sahud and now the third reason for a person for a person for getting to do an obligation that if he has moved from that position now then he fulfills his prayer and he makes sujood the sahud if he's still in that position he makes the he says the obligation and then carries on with the prayer and now the third reason for a person performing sujood the sahud is a person doubting something The doubts that we have in any worship whether it's a doubt in the prayer whether it's a doubt in wudhu whether it's a doubt in the haram purification or any aspect of worship then the doubts are two types that once a person has finished the act of worship then a doubt comes in his mind finish the act of worship and now shaitan comes with a doubt in his mind in this situation he doesn't look to this doubt at all he doesn't consider this doubt at all even if a person doubts something 99.9% he doubts that he hasn't done something for example even in that situation you don't turn to it at all as long as you've completed the act of worship صلى صلاة العصر so for example a person prays the عصر prayer ثم الآن قال والله أشك 90% أنني لم أقرأ الفاتحة الثالثة and now almost one and a half hours later a person says that I am 95% sure that I didn't recite صلى الفاتحة 95% sure has the prayer finished لو رجع فهو آفل if now he goes back and starts praying the prayer again then he's sinning طواف بالبيت a person makes طواف around the كعبة أشواق سبعة وصلى ركعتين سنة الطواف ثم عندما أراد الذهاب للسعي شك هل الطواف سبعة أشواق أو أقل and then after this once this person wants to go and make سعي between سفا and مروة then this person doubts he has a doubt did I do the seventh طواف or not has the طواف finished yes the طواف has finished and therefore you don't go back if you go back and do the one more extra طواف then you are sinning كبر تكبيرة الإحرام a person he says تكبيرة الإحرام the first تكبير in the prayer ثم جاءه الشيطان قال هل أنت متوضي and then after this the الشيطان comes to him and says to him are you are you in a state in a state وضوء قال انتظر نراجب and the الشيطان says wait let's think about this in a state of وضوء therefore if now he leaves off the prayer and he goes back to make وضوء then he is sinning ابن عاقيل إمام إما جاء إليه رجب قال يا إمام إني أنغمس في الماء يدخل بأكمل في الماء قال ثم أخرج وأرى أن مني شيء لم يصل إلى الماء فماذا عليه نعم ابن عاقيل and ابن عاقيل was one of the famous scholars somebody came to him and said that I fully go into the water I dip into the water totally my head and all of my body is in the water but once I come out then I think that there is a part of my body that the water hasn't touched so what should I do قال ابن عاقيل رحمه الله أرى الله أعلم أنه لا صلاة عليك مثلك لا يصلي ابن عاقيل said to him that I consider that for you there is no prayer for somebody like you there is no prayer which is an obligation upon you you don't have to pray قال وليما and this man said why why don't I have to pray قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم مجنون because the prophet صلى الله عليه وسلم said that the penalty responsibility has been lifted from three people and you are one of these three people you are insane فأرشدوا إلى أمرين إما أن يترك الوسعوس ويكون بهذا موحيد متبع لهذه النبي صلى الله عليه وسلم أو يوسوس ويكون بهذا مجنون لابد أن يختار الأول وَهَذِي الشَّرِعَة جَأَتْ لَقَطْعَ الْوَسْوَاسِ نعم وَهَذَهَبِ لَلْأَطِبَاءُ وَأَخْرُبْ أَدْوِي وَغَيْهَا نعم and sometimes these doubts and this confusion and these whisperings of the shaytan they go on and on and on until sometimes a person even leaves the fall of Islam or a person has to go to the doctors and the psychologists and start taking medicine and drugs جاء زوجتو في آخر الليل وقال لها قومها أو يا زوجتو القبها في آخر لك قالت ماذا آت لي قال لها نعم so a man he woke up his wife during the last part of the night during the last part of the night said to his wife my wife wake up she said what do you want قال لها أنا أشك وغلبة الظلم عندي أني طلقتك قالت لا ما بقي إلا هذا يا رجل اتقي الله كذا قال اسمع نعم so the man said that I have a feeling or a strong probability that I've divorced you قال أنا أريد أن أدفع الشك باليقين أن تطالق and then he said that I want to remove this doubt with certainty so I'm not going to divorce you so I know for certain that I did divorce you and it wasn't just a doubt يقول العلماء The scholars say أن هذا لاقع منه الطلق لأنه لا عقل نعم The scholars say that this type of person even though now he says I divorce you then this divorce isn't provided with this person doesn't have any intelligence إلا لدينا طاعد كل شك بعد الانتهاء من العبادة لا يمتفت إليه إطلاقا نعم And therefore we have a principle and this principle is that any doubt that comes to you or any whisperings that come to you after you have finished the worship then you don't turn to it at all you don't consider it at all القسم الثاني أن يكون الشك داخل العبادة So the first type of شك was that شك which is after you have finished the attack of worship The second type is when the doubt or the whispering is inside whilst you're doing the attack of worship فالشك إذا كان ما سطح العبادة ننظر في هذا الذي يشك هل هو كثير الوسعوس كثير الشكوك أو قليل الشكوك نعم If a person has doubts or whispers whilst performing the act of worship then we look at this person Is this person somebody who's always doubting and always has these whispers or is it very rare that this happens if this person is somebody who consistently has doubts and always Shaykhana is whispering to him for example he says did I prostrate once or did I prostrate twice we say to this person that don't turn to these whispers or doubts at all just always consider that you've always done two prostrations he might say oh I've only done one prostration I want to make sure we say to him that because you are worthless because you have been afflicted with these whispers and these doubts it's almost like an illness then don't consider this doubt and just know that you have done two prostrations and then we have a second type of person who very rarely ever doubts very rarely does he ever get these whispers so this person he now makes a decision according to what he thinks is most probable and most likely and if he's not sure at all that which one is most likely true i.e. for example has he done two prostrations or has he only done one he's not quite sure so a person who doesn't usually have doubts now he doubts has he prayed three raka'at or has he prayed four raka'at we say to him that what do you think is most likely and most probable do you think that most likely you have prayed three raka'at or you have prayed four raka'at he says that i think most likely most probable i have prayed four raka'at we say you've prayed four raka'at and he prays correct and in the other case he says when you say to him what do you think have you prayed three raka'at or four raka'at he says i'm not sure at all i don't know which one is more probable more likely fifty percent it could be that one is three raka'at and fifty percent it could be that i've prayed four raka'at we say to him now that make your decision upon the minimum number so now you say that i've only prayed three raka'at and therefore i have to pray a fourth raka'at and then he makes sujood al-sahu with regards to sujood al-sahu the prostration of forgetfulness then he says allahu akbar goes down into prostration and then once again he says allahu akbar and sits between the two sujood and then says allahu akbar and goes down again and then says allahu akbar sits up back again and does not say that and just makes the truth the same and this is the same for whether the person before the salam or even after the salam allahu akbar سجد فيه سبحان ربي العالم على ما تقدم معنا سجود الصلاة سجود التلاوة سجود الشكر سجود السحو أي سجود يقول فيه سبحان ربي العالم مرة واحدة وجوبة نعم سجود تلاوة إذا قرأ آية فيها السجدة يستحب له أن يسجد سجود دون تكبير أو تسليم أو تشاهد نعم إلا إذا كان في الصلاة نعم سجود التلاوة the frustration when you read something and the sujood becomes a you have to make sujood then this is something which is recommended and a person whilst reading the quran and comes across this place of sujood makes sujood straight away without saying a takbir without saying allahu akbar without making a taslim سجود الشكر سجود الشكر يعني سجود الشكر يكون عند اندفاع النقم وإتيان النعم لكن نحن نتقلب في نعم الله لكن عندما تتجدد له نعمة أو تندفع عنه نقمة يستحب له أن يسجد للشكر نعم سجود الشكر 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 ولا شكان تجيب لنا الملاح أغلقاً لهذا حاصلاً